أتصور أنه بغض النظر عن ما سمخض عنه جلسات محكمة العدل الدولية إلا أن مجرد انحقاد هذه المحكمة هو حدث تاريخي صحيح هذه هي المرة الأولى فيما أظن صحيحوني أن كنت مخطئ التي توضع فيها إسرائيل في قفص الاتهام على مسمع ومشهد من العالم كله هذه محاكمة علنية بأدلة وقراء قانونية هذا الكيان الذي أنشئ أساسا بحجة أن هناك مظلمة يهودية وأن هذه المظلمة اليهودية ما كان يمكن أن تعالج إلا بإقامة وطن لهم وإن كان في أرض أناس آخرين الآن هؤلاء يقدمون إلى العالم على أنهم ظالمون على أنهم مجرمون على أنهم يرتكبون جرائم إبادة جماعية محرمة دوليا طبعا هم أقاموا كيانهم باسم المظلمة اليهودية وإن كان كثير من اليهود لا يعترفون بهم ولا يعتبرونهم ممثلين لهم لكن انظر كيف انتقلنا خلال أقل من قرن من مشروع يبرر بالمظلومية إلى انكشاف تام يعني نهيك عما حصل من انكشاف حتى الآن في وسائل الإعلام المستقلة في السوشال ميديا وفي غيرها الآن قانونا توضع هذه الدولة أو الدولة في قفص الاتهام أمام مرأة ومسمع من العالم كثير جدا طبعا الحقيقة لا يملك المرأة إلا أن يعرب عن التقدير والامتنان الحقيقة لجمهورية جنوب أفريقيا على إقدامها على هذه الخطوة وعلى يعني أنها أصبحت الصوت الذي يمثل المظلومين في غزة وبعد ذلك في كل مكان لأنها تفتح آفاق لقضايا المظلومية في كل العالم الأمر المهم أنه طبيعة الملف أنا طلعت عليه الملف ملف مهول الملف وثيقة تاريخية يعني ينبغي أرشفتها حوالي ثمانين صفحة أو أقل سبعين صفحة لكن فيها من التفاصيل وفيها من الأدلة وفيها من الشهادات وفيها مما يعني حقيقة يجدر أن تكون هذه وثيقة تحفظ وتترجم وتعلم وتدرس وثيقة من أرفع ومن أفضل ما قرأت حقيقة في القضية فيما أشرت له أخي أبو ناجي في الحقيقة كثير من القوانين المعمول بيها اليوم هي قوانين نشأت بعد الحرب العالمية الثانية لأجل ملاحقة الذين كانوا ظالعين في في الهولوكوست أو في جرام الحرب شكراً في جرام الحرب بشكل مختلف ولذلك كانت بدعم ودفع للذين بعد ذلك أصبح منهم الصهاين الذين يعني قاموا بجريمة النكبة وما شابه اليوم هذه القوانين نفسة هذه المؤسسات نفسة هي تستخدم لأجل يعني نفس الجرام هي أيضاً جرائم حرب ترتكب اتفاقية في حد ذاتها اتفاقية الإبادة في 1948 هي رد فعل على إبادة اليهود من طرف خاصة اليهود لكن كان غيرهم طبيعة الحال من طرف النظام النازي وباسم هذه الاتفاقية بالذات الآن قد يدان هذا هو مدان سياسياً مدان إعلامياً مدان شعبياً أمام العالم لكن قد يدان أيضاً قانونياً إذا ما صدر قرار بالمناسبة القرار اللي يصدر ربما غداً هو قرار تحفظي يعني ليس القرار النهائي إذا ما استطعت جنوب إفريقيا أن تقنع القضاة وإن كان نحن نعرف أن للأسف أكثر من نصف القضاة معادين لغزة والشعوب يعني يأتون على الأقل من بلدانهم إذا نظرنا إلى جنسياتهم لكن ما يحدث الآن هو أن غزة بعدما فضحت على المستوى الدبلوماسي والإعلامي والسياسي ومجلس الأمن وشعب هذه الانتفاضة العالمية إلى آخره الآن قضية قانونية دقيقة عندما يتحدثون على أن هناك 42 مرأة تقتل كل يوم 117 طفل في المعدل 117 طفل يقتل كل يوم في المعدل عشرة أطفال تقطع أطرافهم كلتا الأطراف أو طرف من أجسادهم كل ساعة هذا شيء مهول هذا شيء مرعب هذا شيء يضع الناس اللي ربما لم تتابع ربما فيما بعد والآن هذا بالتأكيد في تركيز إعلامي سيكون هناك بما لا شك فيه تركيز إعلامي على هذه القضية أن الناس ترى الآن هذا ليس كلام متعاطفين مع غزة ناشطين من أجل السلام معادل الصهيونية أو للسامية لا هذا كلام قانوني مدقق وهذه هي قوة هذه القضية صحيح ربما أنا أعتقد في أمر في غاية الأهمية مثل ما ذكرتم أنه يفضح إسرائيل لأول مرة على العلن على بثرح دولي وهذا الأمر الذي هي عادة ما تخشاه هي تخشى من تسليط الضوء عليها في العالم هي دائما تحاول يعني لا تمتثل إلى أي قرارات المتحدة ولا تحاول يعني لكن أخشى في نقطة ربما تنطوي لا أعرف إذا كانت تلعب إلى مصرحة إسرائيل على المدى الطويل وهي حينما يضيء هذه المحكمة على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل جرائم الإبادة وغيرها على روم فضاعتها ربما تنطوي أيضا على خطورة أن إسرائيل يعني تثبت أركانها في المنطقة تثبيت الأركان أن الاعتراض ربما يكون على الممارسات وليس على تثبيت أركان إسرائيل كدولة محتلة لهذه الأرض الفلسطينية التي نعرفها مثل ما يشار إلى بالإعلام الأمريكي كما نعلم عن المستوطنين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين ويتم تجاهل أن المستوطنين هم أصلا وجودهم غير شارعي وغير قانوني نظرا للقانون الدولي المستونات غير شارعية وغير قانونية لكن ما يتم الحديث عنه ويتم يعني يصبح عاديا الحديث عن العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين وكأن إذا رفعنا الضغط إذا رفع الضغط الأمريكي على إسرائيل قليلا لمنع العنف ضد الفلسطينيين ويصبح أمرا عاديا يعني الآن هذا ما أخشى أن يكون أنا ما أظن أنه هذا يعني مخيف لإلا أنه هاي القضية هي خاصة بما يجري في غزة خاصة بالحرب على غزة والمؤمل إذا حكمت المحكمة حكما إيجابيا أن يكون الحكم بوقف هذه الحرب وهذا هذا المقصود لكن هو ما أظن أن مرجعية المحكمة هو القانون الدولي والقانون الدولي يعترف بوجود إسرائيل رغم أنه بالنسبة لنا إسرائيل وجودها غير شرعي لأنها تحتل أرضنا وتحتل بيوتنا لكن نتكلم عن القانون الدولي الذي مرجعيته هذه المحكمة لكن هي المحكمة لا تبت الآن في ممارسات إسرائيل بشكل كامل هي ممارسات إسرائيل من الأبارتيد للإعتداءات للإستيطان للمصادرة الأراضي كلها جرائم لكن أظن أنه القضية المقصودة الآن هي الأرب ماذا سؤال لماذا قبلت إسرائيل أن تحضر وتشارك في هذه الجلسة يعني خشية من الإدانة مضطرة هي مضطرة ومضطرة أيضا لكي تواجه الإعلام لأن لا تنسى هذه القضية هي قانونية ولكن هي أيضا إعلامية صحيح الآن اليوم مثلا كثير من تلفزيونات والفضائيات والمواقع مركزة على ما يقال وتنقل على المباشر الإدانات من طرف المحامين جنوب إفريقيا فبالنسبة لإسرائيل على الأقل أنها تضحط من وجهة نظرها كما قال أحد الكتاب قال بأنه أصلا نتيجة أو الحكمة التي ستنطق فيه المحكمة أمرا ثانويا العرض الذي سيقدم على مدار اليوم تلاحظ التصريح الذي أدل به نتنياهو بالأمس باللغة الإنجليزية لأول مرة نتنياهو يخالف الوزراء الذين منذ ثلاثة شهور وهم يتحدثون عن إبادة جماعية يعني هو خرج غريب تطريح غريب جدا في حال من الخوف لأنه في حال من الخوف طلعوا قال لا إحنا لا ننوي إعادة احتلال قطع غزة ونحن لا نقصد تهجير الشعب الفلسطيني ويتحجج بأنه نحن نريد فقط أن نقضي على حماس التي تتخذ من الشعب رهينة دروع بشرية دروعا بشرية وعلى فكرة هو هذا خط الدفاع الذي تنوي إسرائيل أن تستخدمه في المحكمة ولذلك اليوم المحامي الذي أحد المحامين الذين تحدثوا باسم جنوب أفريقيا قال بأن مبررات إسرائيل غير مقبولة أنه هي لأنها تريد أن تقضي على حماس مضطرة لأن تفعل هذه لأنه ما تفعله هو جرائم لا يمكن أن تصنف إلا على أنها إبادة جماعية في مسائل أخرى نكتب برضو نسلط الضوء عليها الجانب القانوني هو البارس الجانب القانوني والإعلامي ومهم جدا لأنه قد يكون حسب الحكم الذي سيصدر قد يكون عنده مترتباته لاحق في التعامل مع القضية لأنه كثير من القوانين الموجودة الآن تكبل الناس في حرة التعبير حولها لكن تكبل أبو ناجي ذكرت كلمة مهمة جدا تحول في تحول تاريخي ينبغي أنه ما نخفله أنه القضية جات رفعت جمهورية جنوب أفريقيا دفيحت ذاته عبارة عن تحول تاريخي لأنه جنوب أفريقيا لمن كانت تحت نظام الفصل العنصري كانت حليف من أقوى حلفاء إسرائيل من أقوى حلفاء إسرائيل وللدرجة كان فيه نوع من الانتهازية في العلاقة يعني أنه كنت أقرأ عن أنه كيف الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا وجدت نفسها في تحالف مع الحزب الوطني العنصري في جنوب أفريقيا ضغم أنه القوانين اللي جات في الأربعينيات والخمسينات اللي أسست للنظام الفصل العنصري هي في حد ذاتها كانت تذكرهم بالمحرقة بالضبط لأنه نفس نفس الإطار ونفس الروح لكن تم استثنام لأنه اعتبروهم بيض ونفس المبدأ كما يقول الإسرائيليون أنه نحن شعب بلا أرض وجدنا أرض بلا شعب نفس المبدأ والمبدأ اللي قامت عليه الاستيطان البوير والأفريكانس في القدن الثاني عشر بعض اليهود في جنوب أفريقيا انضموا إلى المقاومة وناضلوا ضد النظام الفصل العنصري الفصل العنصري ودي بقود لمزألة تانية اللي هي نقل المزألة مش فقط الجانب المظلومي القانوني أو من جانب حقوق الإنسان لأنه صح الآن التركيز على الجرائم البيتيم ارتكابه في غزة لكن نقلها لمكان كانت فيه من قبل اللي هي النضال والكفاح ضد الاستيطان والاستعمار وده ده إنوان أكبر لجبهة أكبر في مجام وكان موجود في الستيطان الصحيح أخذ صبغة يسارية وكذلك لكن مثلا كان في تراي كونتيننتل كونفرس في الستينات لما التقل مختلف المناطلين يعني أغلب من اليسار تشيجفارا وغيرهم في الجزائر وغيرهم وحركة عدم الانحياز وغيرها فكل قضايا المكافلة على الاستعمار الكبير من الجزائر جنوب أفريقيا كلها كانت في قلب هذه الحركة ومنها فلسطين لكن حصل تغيير يعني عبر السن فلعالها تعيد المسار لتحالفات أكبر يعني في المستقبل هو تغيير سببه الحقيقة الموقف العربي الموقف العربي البائس اللي بدأ باتفاقية كام ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني ثم جاءت بعده اتفاقية أوسلو ثم جاءت بعده اتفاقية وادي عربة ثم جاءت بعده اتفاقيات أبرهام العالم صار يتفرج على العرب ويقول طب احنا وعلى الفلسطينيين بالذات الذي كان رمز للنضال حول العالم يصبح في حضن المشروع الصهيوني ويتحول إلى رئيس لسلطة فلسطينية كل همها أن توفر الحماية للمستوطنين ولجنود الاحتلال إذا دخلوا الأحياء الفلسطينية لما شافوا هذا المنظر لما رأوا هذا المنظر قالوا لا يمكننا أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أو عربا أكثر من العرب لأسف في الموقف العربي هو اللي خسرنا كثير من من كانوا يعرفوا بأعضاء منظومة عدم الإنحياز أصبحوا فيما بعد مثل الهند والصين وبعض دول الأمريكا اللاتينية وكثير من الدول الأفريقية أصبحوا من أكبر حلفاء الكيان السهيوني بس بس متى هذا حصل بعد اتفاقيات أوسلو لا يمكن أن تطلب من الآخرين أن يتحملوا قضيتك أكثر ما تحملها أنت لأن الآخرين عندهم أيضا قضاياهم وعندهم أيضا خصوماتهم وخلافاتهم فالداخل وعندهم المعترضين على ما يقومون به في دعمك فهذه كانت أساسية ثم يعني الانحراف الذي بدأ في قضية السلطة الفلسطينية طبعا الحراف كان قبل أصلو لكن أصلو هي ذلك الوجه القبيح القذر الذي يحول مناضلين ومقاومين ومتهمين بالإرهاب ويعني يجري وراءهم العالم الغربي في كل مكان وأحيانا يتخطفهم ويقتلهم مثل أبو خليل مثلا أبو جهاد مثلا في تونس قبل أصلو بقليل أو أبو الهول أو أبو جهاد نعم كل هؤلاء ليتحولوا فيما بعد حراس للمشروع الذي كانوا يقومونه فالعالم الآخر وخاصة في عرفات ولذلك رحيل عرفات أنا كنت أتمنى أنه كان قبل ذلك بكثير لكن عندما رحل حتى عرفات زاد الانحراف ليصبح بشع أكثر مما كان لتتحول هذه السلطة الفلسطينية وحركة فاتح والمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مجرد شرط حارس وأحيانا أسوأ من الصهيوني قتل بعض بعض المقاومين الفلسطينيين مقاومين سلميين قتلوا تحت التعذيب على أيدي الأجهزة الفلسطينية علينا أن تذكر ذلك هذه الانتفاضة العالمية التي أخرجتها غزة والتي بعد فضل الله جاءت غزة لتعطي هذا العالم لأن هناك تحركات ربما الآن في قلب المعركة لن نشاهدها كلها لكن تأثيرات التدعيات هائلة وخطيرة لتظهر جنوب إفريقيا مرة أخرى بعد رحيل المستوطنين والعنصريين بثلاثين سنة لتقود هذه القضية ويشاء ربك أنها ليست مما يسمى بالدول الإسلامية ليست منها سبعة وخمسين دولة سبعة وخمسين دولة منهم 22 دولة عربية ولا واحد الآن يريدون أن يلتحقوا بالركب حتى نجرب أفريق قالتهم لا تلتحقوا الآن لأنكم ستضررون القضية لأن من ناحية القانونية إذا ما التحق الدول الآن فإنها ستعطل المصار لأن القضاء عليهم أن ينظروا في الملفات التي تقدمها هذه الدول الجديدة هذه قضية قضية المحكمة الدولية بالمناسبة هذه ليست أول مرة قد تدان فيها إسرائيل ودينت من قبل في قضية الجدار من المحكمة العدل الدولية لكنها لم تكن تحظى بالاهتمام العالمي ولم تكن تحت الأضواء ولم تكن تحت دماء أهل غزة كما هو الحال الآن أي الإدانة بجريمة الإدادة الجماعية إدانة أكبر بكثير من الجدار الجدار يعني صحيح قضية مهمة لكن شوفي الآن بس قبل ما أقول إيش اللي حيحصل هذا يؤكد بالنسبة للمخاوف اللي ذكرتها سيد جعفر لم تكن المحكمة محكمة العدل الدولية ولا القانون الدولي هو الذي كرس الاحتلال الصهيوني في فلسطين الذي كرس الاحتلال الصهيوني في فلسطين هو اعتراف بعض الفلسطينين وبعض العرب وبعض العرب بشرعية هذا الكيان يعني قبل كام ديفيد السادات وقبل أوسلو عرفات كان شرعية إسرائيل مشكوك فيها مشكوك فيها من قبل كثير من الناس أصبحت الآن الآن إذا تتكلم عن شرعية إسرائيل كأنك ترتكب جريمة من الذي غير هذا الوضع هو الحقيقة بعض الفلسطينيين وبعض العرب لكن الآن إيش اللي حيحصل الآن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ومن يتحالف معهما هنا في أوروبا سيحاولون إفشال المحكمة أو تعطيل ما سيصدر عن المحكمة من قرار بكافة الوسائل وهنا ستكون المعركة الحقيقية يعني في معركة أخرى الآن في لاهاي في معركة قانونية فيما بعد ستنشب معركة سياسية ودبلوماسية وعلى نطاق عالمي نعم يذكرني ذلك كنا نقول منذ سنوات أن إسرائيل رغم هذا الدعم اللامحدود الذي تحصل عليه من الدول الغربية خصوصاً والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية إلا أنها تشعر بالخوف الخشية مثل الحرامي الذي يسير وينظر خلفه لأن هناك أمراً تفرض أمراً ماقعاً لكن هذا الأمر الواقع لم يتحول إلى حقيقة يعني بكل الدعم كنا نقول دائماً أن المسألة الأمر الواقع لا يتحول إلى حقيقة مثل ما قلت سيدة دام على إلا بتوقيع صاحب العلاقة وهو الفلسطيني عندما يوقع الفلسطيني صاحب العلاقة يصبح الأمر الواقع حقيقة لكنه حتى الآن رغم انجرار بعض جزء من السلطة إلى التوقيع لكن غالبية الفلسطيني لم يوقع وهذا أعتقد الانتقام الذي نراه في الدفاة الغربية بهذه الأيام يعني واضح التجريف يعني كأنه محو الذاكرة الفلسطينية بجنين وغيرها هو خشية من أن هؤلاء لم حتى الآن لم يخضع ولم يوقع فنريد أن نمارس أقصى درجات القم بحقهم كي يقبلوا بهذه الحقيقة لأمر الواقع الجديد للأسف إن شاء الله الحقيقة الحقيقة الذي يجري يعني مما يجري في لاهاي الذي يجري هو صحيح يتكلم عن غزة ويتكلم عن جريمة الإبادة ويتكلم عن جرائم حرب وقعت في حق أهل غزة ولكن في الحقيقة هو أيضا يفتح ملفات عالمية اليوم لمن أنت عندك ممثلي الأمريكان الأصليين وللمن الأبوريجينيز اللي في أستراليا وللمن كلهم يقول أنه هذه قضيتنا نفس القضية التي يتعرضون لها أن نحن تعرضنا لها وأحدهم يقول ما أذكر قبل أيام يقول بأنه إحنا آبائنا وإجدادنا يعني خلص تركوا القضية انهزموا وأقروا بالهزيمة لكن أهل غزة نستلهم منهم عدم الإقرار بالهزيمة فنحن الآن نعاود مطالبتنا بحقوقنا الحقيقة قضية يعني قضية غزة هذه القطعة التي ربما لا ترى بالعين المجردة على خارطة العالم هذه القطعة أصبحت الآن هي تحرك العالم كله وتؤثر في العالم كله وإحنا ما شهدنا إطلاقا إطلاقا يعني أي موقع أو صراع أو حرب أو ما شابه وقع في هكذا يعني قطعة صغيرة من الأرض وأثر على العالم بهذا التأثير اليوم تداعيات اليوم المحكمة الدولية التداعيات قد تكون هي حقيقة توصف بأنها تاريخية بكل ما في الكلمة معنا من جانب أنها مزالة كذلك مش غير قانوني والسياسي والإعلامي الأخلاقي بضبط الجريمة إذا هي محددة بالإبادة الجماعية أو الجانوسايد ما هي الجانوسايد هي صموى الخلوكاست صحيح أنت بنيت الدولة هذه على خطيئة ارتكبت ضد الأخلاق وضد كل شيء كريم يعني في أوروبا وبنيت عليها فالآن أنت تدام بها يعني مثل ما يقول شاكس بي يعني جاستيس نعم فدي نفسها وده قد يفسي جانب من الانزعاج الإسرائيلي في ضرورة تتصدلها لأنه يعني مش ده فقط إدانة سياسية حتى أخلاقية الآن فتحت كل الأبواب يعني هي كمان تفتح القضايا على فكرة هي بتفتح تاريخ تفتح كتاب تاريخ الغرب المعاصر كيف هذا الغرب الذي يتشدق بقيم سامية قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية كيف أقدم قبل ما يقرب من قرن من الزمن على جريمة كبرى بحق الإنسانية الآن تفتح ملفات هذه الجريمة الذي أراد أن يتخلص من مشكلة لديه بأن يجمع ضحايا هذه المشكلة في بلاد قوم آخرين نعم وهكذا حصل ترى قبل ثلاث سنوات إيش اللي حصل حصلت حادثة جورج فلويد حادثة جورج فلويد فتحت أمام العالم قصة الاستعباد سليفري والناس بدأت هنا في بريستو وفي ساوث هامتون ينزلون تماثيل ملاك العبيد تجار العبيد تجار العبيد وفي أمريكا أيضا بدأت تتكشف مسائل وبدأ الناس تقرأ في تاريخها لا كان حدا فاكر يعني يعدوا من جنب التمثال ولا أحد يسأل ولا أحد يسأل ولا اسم ميدان معين ولا يطلع عنه لمن يبحثون بأنه هؤلاء قد يفتخرون الناس أنهم يخذوا صور معهم لأنهم لا يعرفون حقيقته فأحيانا يعني أحيانا هي حوادث قد تمر وتعبر كالكثير مما يحدث من أمثالها وما يكون لها ذلك الوقع وأحيانا يحصل شيء يعني سبحان الله أنا مرات يعني هذه في قصة جورج فلويد جورج فلويد لا هو أول واحد وله آخر واحد يعني بعدي أيضا كم حادثة حصلت أن الشرطة في أمريكا مسكت ناس أو قتلتهم أو ما شابه لكن أحيانا تحصل قضية وبتقدير الله سبحانه وتعالى لا آثار غير محسوبة أنا أذكر دائما الشهيد إن شاء الله إن شاء الله رحمة الله عليه محمد البو عزيزي محمد البو عزيزي الذي أوقد شرارة الربيع العربي بفعل قبل بخمسة أيام قام بها شخص آخر في مدينة أخرى في تونس حرق نفسه وفي الجزائر وفي الجزائر يعني مرت والناس لا تذكرها هذه سبحان الله أوقدت شرارة وأنا باعتقادي أنه أثرها لم ينتهي إلى اليوم ولن ينتهي فالذي يحصل في غزة من هذا النوع حدث ما هو بسيط صح القطعة الأرض صغيرة صح الناس منسية العالم غزة مع محاصر أسباط عسنة استوى للعالم لكن فجأة هذا الذي ارتكب بحق أبنائها الآن أصبح حدثاً عالمياً من تداعياته أنه قد يغير مجرى العالم ككل صحيح يعني حتى الذي خطط لم يكن يتوقع أن تكون هذه التداعيات وأن تكون هذه المآلات لكن هذا الظلم استفحل في العالم الولايات المتحدة الأمريكية عاملة مثل القبضاي في الروايات الشعبية اللي يمسيطر على الحي ولا يجرأ أحد أن يفعل شيئاً بدون إذنه وهو الذي يقرر ما هو حق وما هو باطل وما هو صواب وما هو خطأ الولايات المتحدة الأمريكية عاملة زي الجانكستر بتاع المافيا واحد رجل عصابة في مافيا متغلغلة وكبيرة وشاري الشرطة وشاري القضاء وشاري المحامين وشاري رؤساء الأحياء ويفعل ما يريد هذا لابد أن ينتهي ويبدو أن وقصه قد اخترم عندما يأتي بلينكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر